الثقة مش موجودة في البودة لقوي هنا او هنا والآن برضو والآن برضو يفتح فيه العيبة كان لها شد وفيه العيبة وقعت في الأرض بقى اختلفت مع الأمور بقى مش عارف يتصرف ازاي الحياة طيب اوكي كابتن شريف دباسنا بس يلا فيش مشكلة انت ايه بتطلع حاجاتي ازاي ما انت فاكر ايه صندوق الدنيا طلباتك كلها مجابهة كابتن شريف حبيب اسحب لنا واحدة اسحب اثنين كل واحدة اسحب اثنين لهم ستة شرطات اسم الله الرحمن الرحيم وايه راهم على طول ده مك حمدي اول واحد دول اللي توقعوا خلي بالكوا بس نتجة صحيحة فيه طبعا رسائل بالجملة يعني بالألاف لكن في النهاية دول اللي توقعوا النتجة صحيحة بس اول اسلام ميدو الكاميرا بقى عشان اسلام ميدو طب تواصل معها بقى ازاي بقى تليفون اسلامتها ثبتها انت بس هتقرب اسلام ميدو اوكي اللي بعده بسم الله الرحمن الرحيم وده عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد سقرب بقى تانى عشان مية مية اللي بعده امام كده خلي دول على جامعة خد اجاب تساي اول اسمي اكتبوا الاسماء دي يا رجالة بعد اذنكم انا اكتبها لكم كده بره عشان ايه اعلى ابو ايه ابو ايه ابو جنة ابو جنة ذاكي اعلى ابو جنة ابو جنة احمد صبحي نوار احمد صبحي نوار ادي دل عدي سيد ادي سيد كابت شريف وصل علاء ابو جنة و ايه تاني من الربع يا كابت النسامة اقول لك لحص احمد صبحي نوار احمد صبحي نوار اه كابت شريف بقى طلع على اثنين اوار انا طلع على اثنين و خلاص والله انا لو علاء اطلعهم كلهم والله انت الرسم اللي عادت قليل يا محسام حسام مراد تعرف ان انت حبيبي مين يا كابت النسامة حسام مراد مين اللي هيتواصل معهم انت احمد رشاد احمد رشاد احمد رشاد رشاد اريد واحدة لنفسه هه اوكي محمد عيد عيد يا سلامة عيد طالع وعملها بدماغك ليه العيد عيد مين يا كابتن؟ محمد عيد عيد محمد عيد عيد طيب شكرا يا بوكباتي هتبعد إذنك الكاز ده يعني عشان إيه بنشرف فيه محي الكاز ده عودة الكاز ده عودة صحيح طيب عايز أقول لكم يعني الستة مرة تانية بقى إسلام ميدو عبد الرحمن عبد الحميد وعلا أبو جنة وأبو جنة وأحمد صبحي نوار وحسام مراد ومحمد عيد عيد إسلام ميدو عبد الرحمن عبد الحميد علاء أبو جنة وأحمد صلاح نوار وأحمد صبحي نوار آسف وحسام مراد ومحمد عيد عيد زملنا أحمد رشاد هتواصل معاكم من خلال التليفونات بإذن الله وشوفوا هتجوا أنت وتشرفون هنا في ملعب الأهلي ستة تشيرتات تكون عاملين ثلاثة لكن كابتن شريف كريم جدا فعملهم ستة لكن في اللقاء العودة إن شاء رحمنها هنحاول نخليها عشرة